ليس لكل الناس المتتبعون بالملايين في موقع تويتر ولا تؤثر تغريدات الكثيرين أو اختراق حساباتهم على أداء الأسواق لكن هذا لا يمنع أن يتخذ كل مستخدم احتياطاته لحماية حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب التعرض للاختراق إضافة إلى تجنيب المتابعين والأصدقاء الرسائل غير المرغوب فيها أو الاسبام أولاً لا تتقاعص عن تغيير كلمة السر لحسابك واتخذ كلمات السر مختلفة لكل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب خطر اختراق جميع الحسابات في حال تمكن أحد من الحصول على كلمة السر الخاصة بك إذا كان يصعب عليك حفظ جميع كلمات السر فخذ بعين الاعتبار استخدام تطبيقات تساعد في حفظها أما آخر طرق الاختراق فهي تلك الرسائل أو التغريدات التي تأتي على شكل متصل بالمستخدم من مثل هل هذا أنت في هذه الصورة؟ وقد يكون الأمر مغرياً للنقر على الرابط المصاحب ولكن عندما يقوم المستخدم بفتح الرابط يمكن للهاكر أن يخترق الحساب وأخيراً إذا توقفت عن استخدام أي تطبيق أو موقع تواصل الاجتماعي نهائياً فامسح حسابك فيه فهذا يقلل من احتمالات اختراق سائر حساباتك